السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا اهلا بكم في قناتي ماما في المطبخ لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك وسبسكراي باشتراك القناة ونفعل زر الجراز عشان يوصل لكل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله يلا بينا نسمي الليه ونشوف عملنا في الفيديو النهاردة النهاردة عملنا لازي كيك كيك سريع بسيط سهل جدا مش هياخد وقت معاك ابدا ابدا في المطبخ يلا بينا نشوف المكونات كانت ايه ونتكلم عنه واحنا بنعمله معي ربعمية جرام من البسكوت السيدة بسكوت الشاي اي نوع بسكوت انت شايفة حتى انا مشكلها عن لتشكيلة انواع بسكوت كده معايا ربعمية جرام كل باكو من البسكوت بيبقى مكتوب عليه الجرامات طبعه كوني ربعمية جرام وكسريهم بالشكل ده ما تفروميهمش في الكبه انا عايزيهم قطعة كبيرة المكونات بقى معايا ثلاث معالق من السكر السكر ده على حسب رغبتك هزا ثلاث معالق اربع معالق اوكي ثلاث معالق برضو من الككاو الخام لو عندك ناس كويك تمام ما عندكش حتي خام عادي خالص ومعايا ثلاث معالق من اللبن البودر عندك نيدو اوكي ما عندكش حتي دي في اي نوع لبن بودر انت تفضلي او المتاح عندك عايزي استغني عن الخطوة دي براحتك برضو خالص كده او كده في لبن حليب اللي هو السيل حطيت هنضيف بقى للوصفة ثلاث كبيات من اللبن الحليب طبعا دي كبيات كبيرة فعملت معايا كبيتين وحبة صغارين لكن الوصفة ثلاث كبيات من كبيات الشاي العادية خالص ومية جرام من الشوكولاتة الخام اي نوع تفضلي وبردو معايا معلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطل هقلبها بقى على البارد وبعد كده هضيفها على النار واول ما تبتدي تغلي هنزل بالزبدة وهنزل بعديها اخر حاجة بالشوكولت وهفضل اقلبها سيبها دقيق بسيطة بتغلي وبعد كده اطفي عليها واسيبها تهدى وتبرط خالص تماما اوعد دي على البسكوت السوس وهو سخت لانه هيدوب البسكوت معاك مش هتعرفت لا ايه هيبقى عبارة عن عجين كده ومش هتعرفت لا ايه مش هياخد منك وانت بتقطعيه السكسيح حلو كده ويكون شكله خصير لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسي الزكر الله الله هو اكبر والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وصلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آلي واصحابه اجمعين اللهم امين اللهم صلي عليك يا نبي حين كانت دابت بقى الزبدة هاديف بعد كده للشوكلت وهاسبها تغلي دقيق بسيطة وبعد كده هطفي عليها واسبها تبرط زي ما قلتلك في قلب المطبخ بدرجة حرارة المطبخ هادي خلص بعد كده بقى تبتدي تضيفي الصوس على البسكوت هادي بقى خلاص كده وبرد قلبت تقليبة وبعد كده هنزل على البسكوت وهقلب بالراح عشان ما يكسرش اكتر من كده ويدوب معايا ما تكتريش وما تبلغيش في قلب التقليب وبعد كده لو عندك بقى سينية للشيس كيك تقدر ادي فيها وفيها وتضغطي عليها كويس وتحطي الطبقة الاخيرة مش عندك او مش متوفر او عندك وعايزة تعملي شكل جديد انا كان عندي بس عملت شكل جديد عملتها زي ما انت شفتيها كده شبهها السويس رول الشكل المعتاد ليها جبت ورق اصدير اللي هو الورق الالومنيوم وديفي عليه ورق ستريتش راب او ورقة زبدة تمام وبتدي ديفي الخليط وعمليه على شكل مستطيل كده بالراحة وفيما بعد افضلي دوريها استوانا بحيس ان هي تطلع معاك الشكل اللي شفتيه في اول الفيديو بعد كده بقى هنعمل ايه هنضيفها بقى في الفريزر بعد ما نقفلها كويس هنضيفيها في الفريزر لمدة ساعتين تاخد التبريد وتاخد الشكل الاستواني عشان تعرف تقطعيها وعلشان تقدميها للاولاد لو عندك عيد ميلاد تنفع معاك قوي لو عندك عيد الكريسمس الرب تقدري في راس السنة تقدري تعمليها تقدري تعمليها في المناسباتك الخاصة في كل حاجة هي طعمها جميل وسهلة بسيطة جدا مش هتخليك تقوفي في المطبخ كتير وطعمها جميل قوي قوي كده انا خلي اغلفتها كويس هضيفها بقى في الفريزر وهسيبها ساعتين بعد بقى ما هتاخد التبريد هقشر بقى كل الورق دوت وهبتدي اعمل لها السوس ايدي كده خدت التبريد بتاعها كده قعدت ساعتين شايفين انا قدر امسكها كويس اه متماسكة وقدر امسكها لو انت محتطيهاش في الفريزر فصدقيني مش هتعرف تمسكيها لان السوس هيخليها مع الباسكوت هيديها تاروة مش هتقدري تقطعيها ولا هتقدري تستخدميها خالص وكمان لو عندك سريتش ريب هيكون اسهلك كمان من ورقة الزبدة بس انا وقتها ما كانش متوفر فاستخدمت ورق الزبدة وتمام برضه عرفت اشيله طيب بعد كده بقى هنعمل ايه السوس او الجناش اللي احنا هنعمله للتزيين تبع الوش بتاع الليزي كيك بتاعنا مية وعشرين جرام من الشوكليت الدارك الشوكليت الخام ومية وعشرين جرام من كريمة الخفق سبتها على النار سخنت وبعد كده ضفت عليها الشوكولاتة واللي بتاها كويس فضلت اسيسها لحد مساحة خالص وطبعا لو مش قادرة تجيبي الكريمة الخفق غالية مثلا عليك او مش متوفرة معاك او في المكان اللي انت فيه تقدري تعملي سوس شوكولاتة عادي خالص اللي هو الاقتصادي وده انا عملته معاكو قبل كده على القناة كاكاو خام وسكر وزيت وشوية مية ولو عندك حبيتي تحطي عليهم علاقتين من اللبن الحليب البودر اوكي مش متوفر عندك خلاص بتعمليه بالمية عادي خالص والدنيا بتمشي معاكي تمام دلوقتي بقى بعد كده حطتها في التلاجة برضو تاني في الفريزر قعدت نص ساعة كمان وبعد كده طلعتها عملته الخطوط اللي على الوش دي وبعدها بقى قدمتها وهي بردة وجميلة جدا جدا بجد شكلها كان روعة وطعمها كمان كان روعة الروعة اتمنى تجربيها وتنالي اعجابك وتقولي لي كان رأيك فيها ايه في الكومنتين وجاءت لحظة الحسن جميلة جدا 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 اتمنى تجربيها لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي يلا اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله اتمنى ما كنش طولت عليك الفيديو واصحاب الدايت يمتنعون اشوفكم على خير باذن الله ما تنسيش اللايك وما تنسيش التعليق المحفز منك ان شاء الله وبحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي